موسيقى مساء الخير مرة تانية قبل ما نبدأ حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة مبادرة الحكيم للقضاء على فيروس سي حابب أفكركم بهاشتاج مبادرتنا مصر بلا فيروس سي اللي معانا من أول حلقة في السلسلة وبطلب من حضرتك كتابة ونشر رسائل ملهمة وداعمة لكل شخص مصاب بالفيروس أو بمضاعفاته عشان يبقى دعم معنوي بجانب الدعم الطبي والتوعاوي اللي بنقدمه هنا في الحكيم في بيتك دلوقتي خلوني أرحب بضيف العزيز وضيف الحلقة الرابعة من هذه السلسلة الدكتور محمد فاتحي مساء الخير يا فاتح مساء نور الدكتور محمد هو أستاذ جراحة وزراعة الكبد بطب عن شمس ولمحاسن الصدف كمان هو عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد عشان كلا النهاردة كلامنا هيبقى على الجراحة في أمراض الكبد وكمان عن هذا المعهد الشهير أهلا الحمد لله السلامة زي حضرتك برحب بك لأول مرة معنا الحقيقة احنا تكلمنا كتير عن مرض الكبد بفيروسي وتكلمنا على المضاعفات وتكلمنا على العلاج والتحاليل والفحص الشامل اللي هيتعامل قريب لكل أنحاء الجمهورية لكن الحقيقة دايما الجانب الجراحي مظلوم شوية ما بنجيبش سرته أو الناس يمكن ما بتفكرش فيه إلا لما يبقى عايزين بقى نزرع كبد ومراحل أخيرة من المرض احنا نعرف إن الجراح جزء من التيم من الأول فنستعرض محدد كده دور الجراحة مع مرض الكبد عموما وبالذات بتوع فيروسي ومضاعفات يعني هو الدور بتاعنا بيبقى في حاجتين عندي عيان نصاب بقرة في الكبد نتيجة فيروسي والتلاف اللي حصل أو مريض أصاب بفشل كبدي هو زي ما حاجة بتقول دور الجراحة بيجي في الآخر وده حقيقة في جزء من القصة إن ما عندناش حاجة اسمها زراعة وقائية يعني العيان مثلا حنا بنقس في التلاف الكبدي تلت مراحل أولة أو تانية أو تالتة ما نفعش هو في مرحلة أولة أو تانية أولة هزرع له لحسن يخش في تالتة لا إحنا بنزرع وهو فشل كبدي تام فعلا لو هو يقدر يستنى بنسيبه وبالتالي دورنا كزراعة بتيجي دايما في الآخر إلا لو كان في بقرة في الكبد بقرة في الكبد دي بتجب بكل المراحل حتى لو مرحلة أولى لا زرع دخل بالظلط التدخل ده يكون إما استقصال أو زراعة طيب المضاعفات بتاعة التلايف من زمان بقى من أيام عبد الحليم حافظ بقى والناس المشهورة اللي كان بيجي لهم الدوال المريء والتضخم الطحال والاستسأة والكلام ده دوركم كجراحة بيبقى ماشي إزاي وزمان كان كله بيعزولت بالهارسية عرفنا بعد كده أن النسبة كبيرة قوة من المرضى دول ما كانش المشكلة بالهارسية كانت فيروسي بس ما كانش معروف بالظلط بالظلط هو لو المريض وصل للمراحل اللي هي اللي حاجة تقول عليها التلايف الكبدي اللي هو معه استسأة معه غيبوبة كبدية قيء دموي ده في الغالب هيبقى التدخل الوحيد للزراعة يعني معلوش حلول أخرى حتى لو القادر اللي عنده بقرة في الكبد في وجود الأشياء دي يصعب الاستقصال جدا الاستقصال يبقى فيه خطورة عليه طبعا فبيبقى الحل وحيد للزراعة الزراعة بتفيدني في حكتين إن هي حلت مشكلة البقرة وحلت مشكلة التلايف الميزة إن المريض بيرجع تاني زي الوضع بتاعه قبل ما يتعب خالص بيرجع لنشاطه حتى بعض المرضى باشوفهم لون الجلد بيضاير مريض الكبد بتعرفه من وجهه لأ بعد الزراعة بيرجع زي ما كان قبل كده ممتاز الزراعة برضو رايزة أجل الكلام عليها شوية لأن هي عملية مش سهلة ومحتاجة متبرع وتكلفتها عالية متكلفتها بسيطة دلوقتي بسيطة جدا طيب يعني بتعملوها عندكم في المعهد ببلاش مجان خلاص نبعت الناس المعهد على طول الأرض لكن أنا أقصد إن كان فيه تدخلات جرحية شهيرة زمان لمعالجة آثار التليف وارتفاع الضغط في الوريد البابي وكده برضو ندي فكرة للجمهور تقريبا كلها تلغت تلغت آه لأن نتائجها كلها بتبقى مؤقتة آه والمضاعفات بتاعتها بتبقى أكتر يعني حتى كنا زمان بنستقصر الطحال نتيجة العين عنده الطحال بيكسر الصفايح أي فهم دلوقتي بقى شبه ممنوع إلا لو مريض مش الصفايح عنده قليلة لأ هي قليلة وبينزف وحتى دوت كمان بنحاول إن إحنا ما نشيرش الطحال نعمل حاجة اسمها حقن في الشريان اللي بيغزي الطحال كمان لأن النسبة كبيرة قويش في مصر في أبحاث عمناها إحنا بقى المصريين لإلى إن بيجي لهم جلطة في الوريد البابي بعد استقصار الطحال آه فكان زمان عين يعمل استقصار الطحال ويبقى كويس قبلها عمل استقصار الطحال لقى دخل في مشاكل في الكبد استس أو حاجة زي كده وممش فاهمين إيه اللي حصل اللي بيحصل جلطة في الوريد البابي تؤدي إلى تدور في وظائف الكبد حاليا حاليا الأشعة التدخلية برضو دخلت بتحاول تخش تحقن الدوالي بتعمل الحاجات هل دي كلها حاجات مؤقتة حلول مؤقتة لو يعني ارتفاع داخل الوريد البابي سببه 90% عليه في كبدي في الحال دي هيبقى مؤقتة لكن لو هو نتيجة أي سبب آخر والكبد سليم ممكن بقى حل دايم لكن لأن معظم الحالات بيبقى نتيجة تلايف كبدي فهو ما يجعلش تلايف فده حال مؤقتة لغاية ما ياخد الإجراء النهائي بتاعه الإجراء النهائي طيب الحقيقة أوراة من الكبد برضو عايزين نركز على دوركو فيها لأنك حاجة ذكرتها إنها يا إما الفشل الكبدي وهزرع يا إما من بدري لقيت بقرة هتتصرف معها برضو عايزين نتكلم أكتر على تفاصيل الدور الجراحي في حالة اكتشاف ورم في الكبد هو الحاجة اللي يعني الرسالة اللي لو نطلع نهاردة بيها بس دي كفاية إن المريد التلايف في الكبد أو المريد عنده فيروسي بصفة عامة لازم كل أربع شهور يعمل موجات صوتية ودلات أوراة لو المعلومة دي عند كل الناس وعند كل الدكاترة إحنا يعني هننقذ آلاف من المرض موجات صوتية ودلات أوراة ودلات أوراة بس بشروط موجات صوتية عند دكتور متخصص في الأشعة لأن بيشوف كوارث الحقيقة إن بعض أطباء مثلا في عياداتهم خاصة جاب جهاز موجات صوتية جهاز مش كويس أو هو مش متمرس هيفوت منه حالات كتير هيفوت منه حاجات فيجي للمريد عنده ورم ستة سنتي سبعة سنتي وهو كان عامل الشهر اللي فات موجات صوتية مستحيل في الشهر فكان لازم يتشاف فكان لازم يتشاف هو ما شافوش والحكاية دي ليه بقولناها مهمة جدا لأنها بتنقل عيان من مريد ممكن يخف مية في المية إلى مريد مالوش حل لو الورم ده كبر ودخل في الشريان أو وريد مالوش حلول عندنا شفائية فبالتالي وحلها ببساطة هي التحليل والأشعة لو كل العينين اللي عنده بارس يعمل حاجتين دول حتى لو دكتور ما تلبعش منه خلص أنا كده وفر كتير جدا من المرضى قديم فرص علاج فعلا شفائية حقيقة حاجة نتكلم في الموضوع احنا طرقناه كتير هنا في البرنامج في أكتر من حلقة اللي هو الاكتشاف المبكر للأورام وإن نسب الشفاء عددت التسعين في المية وخمسة وتعين في المية في حال اكتشاف المبكر طيب خلينا نقول دوركم لما بتكتشفوا اكتشاف مبكر وورم صغير حجمه صغير وورم واحد ما هواش متعدد في الكبل بيبقى الدور ايه تعمله ايه ممكن نقسم كده عن العينين للمجموعتين مجموعة عنده ارتفاع في ضغط الوريد البادي يعني فيه نسبة تلايف مع جمدة شوية وعنده بقرة ده مش هيبقى ليه حل غير الزراعة او مريض تاني بقى التلايف خفيف جدا وعنده بقرة وبقرة دي صغيرة وفي أطراف الكبد هيبقى هنا الاستقصال الجراحي دي شفائي إلى حد كبير تمام بس مشكلة الاستقصال الجراحي في العين عنده تلايف لو سأل نفسنا كم في المية الورم ممكن يرجع تاني المريض ايه الاجابة الصادمة شوية تسعين في المية في خلال خمس سنين هيرجع هيرجع لما اعمل استقصال وليه بيرجع لأسباب كتير ممكن يكون هو نفسه كان منتشر في حدة صغيرة مش باينة فباينت بعد فترة او السبب التاني ان الكبد اللي طلع لبقرة لانه متلايف هيطلع بقرة تاني لكن المحصلة ان انا عندي في خلال خمس سنين تسعين في المية من المرضى هيطلع لهم بقرة اخرى عشان كده حتى لو انا عملت استقصال ابقى فهم المريض ان ده مش نهاية المطاف ولازم يتابع انا حالة المشكلة ديت وانا متوقع ان يحصل غيرها فهنتابع حصل غيرها يبقى لازم زراع على طول طيب تمام ايه بقى الوسائل الجديدة اللي بنسمع عنها تردد الحراري والكونسنتريتد ألتراساون والحاجات دي الهايفو انا عارف انك كجراح لا ما احباه هتبقى بايزت شوية لكن نقولها فير كده ونقول برأي محايد رأيك ايه وتنفع مع مين وما تنفعش مع مين بصحك ميزة الكبد ان من الحاجات القليلة في الطب الليها قواعد شبه زبط يعني ملهاش قراء شخصية كتير يعني لو سألنا في اي كتاب في الدنيا اي مكان في العالم ايه الوسائل الشفائية اللي بقرة في الكبد انا عنديش جهة تلات حاجات يستقصال يزراعة كبد يتردد حراري في بقرة اقل من 3 سنتي اقل من 3 سنتي لو انا زدت عن 3 سنتي ينفع ينفع بس ما عددش الشفائية فانا لو انا قدامي عيان عنده بقرة 2 سنتي انا افضلا يعمل تردد حراري بدل مع عرضه العملية لكن لو اكتر من 3 سنتي يبقى انا معانتش قدامي غير اختيارين يستقصال يزراع تماما مش هفوت الفرصة ان مدير معهد القومي للامراض المفاومتين والكبد معانا والمعهد شهير ومع غيره من المعاهد بيقوموا في دور كبير جدا الحمد لله وفي بلد فيها امراض كبد وفيها اورام كبد وفيها فيروس سي يعني كان مبهدلنا الحمد لله دلوقت احنا بنتقدم في طريق التشخيص والشفاء فحضرك بقى انا استعرض كده دور المعهد وانشئ امتى بيعمل ايه بيشوف كم مريض يعني الحقيقة المعهد من الحاجات القديمة جدا في مصر يعني من الكلام من سنة 1934 34 اه حاجة قديمة جدا جدا عندنا صور كده قبض وصود بعد زمان دي المعهد المعهد حقيقة دوره لان حتى من اسمه ابحاث لازم فيه دور بحسي وفيه دور علاجي ودور تدريبي فاحنا كابحاث لأ يعني من اماكن اولادة في مصر اللي نشر مثلا حوالي 160 بحث في مجلات عالمية من ديانة ترتيب على مستوى العالم كمعهد من ناحية العلاجات لا احنا في علاج بيراسين ممكن كنا اول مركز في مصر وبعد كده انتشرت المراكز مع الجين حوالي 50 الف عيان لغا دلوقتي 50 الف اه العلاجة الخارجية بتردد عليها حوالي 600 مريض يوميا ده جزء الباطني يعني عندنا جزء مناظير واحدة مناظير مش بتقدم بس خدمة المناظير واللي هي معظمها مجانية لا بتقدم خدها التدريبية لحتى ناس من الجامعات يعني يجينا بنعمل دورات لناس في الجامعة بيجوا تدربوا عندها طبعا الجزء العلاجي التاني الجراحي نفسه زراعة الكابت وزراعة الكابت حتى دينا الوقت يزرعين حوالي 60 حالة او حاجة 60 حالة يعني تقريبا مجانية يعني فيه فلوس طبراعب بيبقى موجودة وفلوس من نفق الدولة لكن المهم في الآخر اي مريض هيجيب لي متبرع نقدر نزراعه مجاني تبابا اه كان ده سؤالي التالي لو انا كل مريض قدر يدبر متبرع مشكلتنا الوحيدة في متبرع اه فيه ماتشنج وفيه تطابق في الأنسجة طاقة المعهد يقدر يعمل مسلا كم زراعة في الشهر مسلا نقدر نزراع تمانية في الشهر تمانية اه وده رقم كويس وده رقم كويس لان حك يعني عالميا المركز اللي يستمر اللي يزرع اكتر من من عشرين حالة في السنة عشرين حالة في السنة في السنة احنا متكلم في دمانية ده منتكلم قرب المية ده رقم عالي جدا يعني واحنا تقريبا كتور محمد عندنا في مصر كام مركز مؤهل لزراعة الكبد اللي بيقوم دلوقتي حوالي 15 مركز 15 اه احنا زرعين في مصر حوالي 4500 حالة وليس بحتاجين اكتر من كتر ادرب الرقم طف عشر على الأقل طف عشر على الأقل لان عدد المرضى كمان طبعا 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 المعهد برضو عايز اعرف دوره اكتر ايه في التشخيص والسكرينينج وهي المسح والكلام ده اه الحياة يعني برضو لانه هو زي ما اقول حكب معها ببحثي ففي عندنا اجهزة حتى كمان موجودة يمكن مش متوفرة في حيطة كتير بر زي يعني في مثلا حتى في المناظير نفسها في جهاز حاجة اسمها سباي جلاس موجود عندنا ده الجهاز التاني ده بي BOOSIAM ا informations في تشخيص أورام القناة المرارية أورام بنكرياس دي القناة المرارية الدعامات الي بتركب بطريقة معينة يعني حاجة من الحاجات الجديدة اوي بالطبعا في عندنا حاجة اسمها الناو نايف للاورام البانكرياس ده برضو جهاز ماشموجود في مصر لمعالجة الحالات المتقدمة في أورام البانكرياس تهترهية بنكرياس والصينا اه اه ده 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 حالة مشي Billy فيها جراحة ده بدل ما ياخد الكيماوي لا ده وسيلة علاجية شوية تقدر تصغر وراء وحتى ممكن تحوله من ما ينفعش جراحة لا ينفع جراحة بعد كده من حالات الحياة الكابية بقى ما يقوس منها ونسبة الوفيات فيها عالية بالاضافة العادات بقى متخصصة يعني عندنا عادة فيروس بي عادة فيروس سي عادة كبد دهني فكل مرض في الكبد ليه عادة مخصوصة وليه البروتوكول بتاع العلاج اللي مكتوب وليه معموله يعني قدتين جوا المعهد نفسه متفق عليه بحيث ان ما قاش فيه اختلافات بين دكتور ودكتور حقيقة حاجة اشارت النقطة مهمة برضو نعايز ابروس فيها نشاط المعهد في التدريب لان احنا لما جينا نتكلم مثلا فوركزامبل يعني مثلا مع الدكتور فاتح خضير عميد الاصر العيد السابق الحقيقة خصص يمكن تلت الحلقة في الكلام على التدريب وتأهيل جراح التجميل وبياخد كم سنة وبيعد بمراحل ايه المعهد اللي زي المعهد القومي للكبد بيعمل لهم ايه الحقيقة عندنا دورات معمولة للمسلا على سبيل المثال للمناظير فيه مناظير النزيف بتاع الدواري المريء مناظير القولون دي مثلا دورة بتوعات 6 شهور فيه دورة لقنوات المراريين دورة بانتظام يعني ده بانتظام ده كل واحد ليه متدرب بتاعه وديه واحد بس وبيحضر معاه كل يوم ويشتغل بايده ويساعده في حاجات ودي يعني حتى دي الجزء اللي احنا شغالين عليه بفترة الوقتي اننا عايزين نوسع الدايرة بتاعتنا متبقاش حتى بس المصريين لا احنا ممكن اجانب يخشوا معنا فيها بالذات في الدول العربية يعني جاننا ناس من كذا دولة العربية بالذبط الحاجات دي هم معندهمش بدايل لها بيسافروا اوروبا بيدفاعوا مبالغ رهيبة جدا وليلهم خبرتنا لنهم خبرتنا ان احنا شباههم غير لما يروح برا وهو معندوش كامل حاجات دي بره طبعا يعني انترى في حاجة انا كنت في فرنسا بسا من سنة كده بنحضر دورة في زراعة الكابب بصفة عامة لما هم جون فرنسوين عند زراعة الكابب المتبرح حي قالونا انتوا بقى تكلمونا انتوا اكيد اكثر خبرة مننا في المتبرح الحي يعني احنا نندرس لهم اه في الحتة دي اه حقيقي ففي الكابب بصفة عامة لان عدد المغضة في مصر كان كبير جدا فخبرتنا فعلا فيه تتفوق على كتير او من الدول الاوروبية والامريكية المعهد معهد بحسي بحسي وعلاجي يتبع الجامعة ولا يتبع الصحة يتبع الهيئة عامة من صفات تعليمية صفات تعليمية وزارة الصحة يعني بتتحضر عندكو رسائل في ناس ممكن طبعا بس مش انتوا بتمنحوا الدرجة درجة الجامعة اه بالضطط بس هو عندنا درجات شبه درجات الجامعة يعني زي ما فيه مدرس بي اسمه زميل زميل مساعد زي مركز قوم البحوظ بيبقى موازي يعني طيب عايز برضو افهم في اسم المعهد الامراض المتوطنة مش كبد بس فانعايز اعرف برضو ايه هدية وبنعمل لها ايه والله بصحك يعني حيط الامراض المتوطنة دي بالذات من الحاجات اللي ابتدت تقلب فعلا في مصر ويمكن هي كاد هي البداية ويمكن يعني بدأت من كده ايام البلهارسيا وايام لا لا عارحك تتخيل مين اللي اختراحها اصلا او مين اللي دخلها مصر الانجليز الانجليز لما جملة احتلال انجليزي في مصر ابتدوا ان هم يصابوا بامراض هم ما درسهاش في انجلترا ايه فابتدوا يقولك لا ده احنا محتاجين نعمل في الطب بحاجة للدول بتاع الطب المناطق الحرة الامراض اللي بتصيبنا او بتصيب ناس مش عندنا في انجلترا فعملوا طب المناطق الحرة فناشأت فرع فناشأت القصة دي فدلوقتي ابتدت تقل شوي يتقلص ايه وابتدوا ينضموا الى الجهاز الهضمي في بعض الجامعات دلوقتي ابتسعى انها تلغي خالص طب المناطق الحرة وتضموا الى الجهاز الهضمي ويتحول بعد كده الحاجة اسمها الـ ID زي انفكشوز ديسيز حاجة امراض المعادية اعادية كالزمان الحميات الدنيا بتغير حتى التخصص نفسه بيعيد تنظيم نفسه انا كان معنا هنا الدكتور حسن حمدي رئيس قسم المتوطنة في عين شمس وقال لي في حاجة جديدة اسمها طب السفر قال لي ده تخصص جديد وبياخده فيه دبلوما واظن هيبقى فيه ماجستير ودكتوراه طب السفر كل ما ممكن ان تصبي لو سفرت بره بلدك لان في حاجات مش موجودة عندنا والنهاردة احنا رايحين افريقيا وهنحاول نعمل شغل معاهم في حاجات كتير هنتعرض برضو الحاجات جديدة علينا بقى الحاجات اللاسة والإيبولة والحاجات بتاعت المالاريات بقى الغريبة وكده طب حضرتك عايز تقول ايه للناس للمعهد انا عاوز المعهد انا يعني هنا بندعو دايما في الحكيم في بيتك لدعم الاماكن دي اي والتبرع لها يعني هو المعهد يعني بيقدم خدمة مجانية لكل الناس بنحاول نخليها على اعلى مستوى يعني انا نفسي المريض ما بقاش فيه اي سيرفز اي خدمة موجودة بره مش موجودة عندي ينقصنا طبعا بعض الامكانيات في بعض الحاجات مستهلكات يعني انا اطرع مثلا منزر قناة مرارية وبركب دعامة بلاستيكية الدعامة المعدنية تمانها 18 الف جنيه يعني رب فصعب وانت بتقدمها مجانة بقدمها مجانة فبنتطر اه بنجيبها من الناس بيتبرعهم لكن في وقت من الاوقات بتبقى هلان جبت سيلة جهازين من شوية كنت عايز اسألك دول بكام ماليين يعني جهاز سباي جلاس ده تون 4.5 مليون 4.5 مليون جنيه اه رقم كبير طيب يعني لو حد عايز يتبرع يقدر يتراجع من المعهد طبعا لان دي بتفيز واحد قطاع كبير جدا من المرضى سواء المرضى التلايف الكابدي الاورام الكابدية اورام مقه المرارية الزراعة كل دول قطاع كبير جدا عندنا بيتقدمونه خدمة تقريبا مجانية كلها احنا هو عم بنعمل اعلان لتبرع المعهد ببلاش المعهد موجود بعد معهد الاورام في شرع الاصر العيني مبنى واضح اظن قبل التغذية ولا بعدين بعد التغذية ما بين التغذية والاورام ما بين معهد التغذية وما بين معهد الاورام والناس سهل انها توصل لكم وتساعدكم ان شاء الله تقدموا رسالة عظيمة وبتفيدوا ناس كتير وان شاء الله ربنا يكثر بإذن الله الله يخلي شكرا يا دكتور محمد اتشرفتني النهاردة ونورتني الله يخلي وقلت لنا كلام جميل على الجراحة ودورها علشان ما يبقاش فيه توقعات زيادة او حتى نغفل دور المهم للجراحة وبرضو بشكرك على اللي عرفنا عن المعهد القومي للكبد وندعو الناس انها تساعدكم وتتبرع للمعهد زي ما قلنا في الفقرة انا بشكر الدكتور محمد فتحي استاذ الجراحة وعميد معهد القومي للكبد وهنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة